ان شاء الله نكمل مع بعض اللي احنا بدأناه من شرح وحل كتاب المعاصر للصف الثاني الاعدادي ناخد النهاردة هناخذ كل ما يتعلق بكلمات ونحل عليها اسئلة ونقول السبب بتاع الحل وكمان هنشرح الجرامر بالتفصيل ونحل عليها اسئلة ونقول السبب بتاع الحل وهنقول لكم على افضل طريقة واسهل طريقة لحل سؤال المحادسة والبراكراف كل ده واكتر معنا النهاردة خليكم معنا بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مصر رحمة العبد من قناة دروس تعليمية اونلاين لو ديت اول مرة لك معنا ونورتنا في القناة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك للفيديوهات القادمة ان شاء الله ولو ما قنت شفت الفيديوهات اللي فاتت من شرح كتاب المعاصر للصف الثاني الاعدادي او حتى كتاب جيم هسيب لك رابط قائمة التشغيل هيزر فعلة شاشة انا بكلم او هسيب لك الرابط في الوصف اسفل الفيديو او هسيب لك الرابط في الكومنس في تعليقات اسفل الفيديو نبدأ مع اهم الكلمات في الليسونز 1 and 2 نأكل الكلمات طبعا مرتين زي ما تعودنا Historic Historic Arch Arch Castle التهينا silent Castle Mosque Mosque Museum Museum Pyramid Pyramid Theater Theater Temple Temple نعمده العالمين Statue Statue شوف انا نقطها ازاي ما تقولش بقى Statue لا التيو هنا ما تقطش Statue Statue Stadium Ruins Ruins Awesome ما تقولش اوي صمبا لا Awesome Awesome Entrance Entrance View View Enchant Enchant كمان مرة Enchant Facts Facts نشوف بقى سؤال البوب كويز يعني سؤال تدريب سراكت عليها على الجزء الخاص بكلمات المهمة اول حاجة هنا بيقول لي Facts يعني حقائق Awesome يعني رائع Ruins اللي البقاء او الاثار Stadium Stadium Temple معبد عادينا نشوف الكلمة في المكان المناسب بيها Number one Carnac not is a great ancient building طبعا معبد الكارنك يبقى number one هتبقى Temple يبقى Carnac Temple تمام Number two Cairo not is the home of the Egyptian football Cairo ايه طبعا Cairo Stadium استاذ القاهرة هو موطن اللي هو لعبة كرة القدم المصري Number three Are in complete ancient building لما يكون مباني قديمة غير مكتملة يبقى ايه يبقى اثر او بقايا يبقى ruins تمام Number three Number four The place is not It's really amazing هو فعلا مزهل يبقى المكان ده ايه رائع يبقى awesome تمام يبقى هنا awesome معنا رائع وألف الجملة amazing مزهل او رائع تمام نكمل اهم الكلمات بقى في lesson one stones stones rubbish litter rubbish litter touch touch properly 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 ما تغلطوش بقى وتقولوا probably لا ده مش معناها محتمل ده معناها ايه بطريقة مناسبة properly properly straight away straight away big big culture culture protect 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 objects 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 rules 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 pray 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 walls 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 complete 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 road road picnic picnic finally 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 pool pool muslims 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 ناخد اهم الكلمات في lesson two roman roman hell 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 future 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 behave behave guide guide imagine 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 raise raise explain explain recommend recommend review 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 amazing 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 hieroglyphics hieroglyphics كمان مرة hieroglyphics hieroglyphics leptis leptis magna دي مدينة لبدا العظمى موقع آثري في ليبيا petra مدينة البطراء في الأردن elephantine island جزيرة فيال في أسوان the roman theater المسرح الروماني في مدينة اسكندرية abydos مدينة abydos موقع آثري في سوهاج the sacred lake البحيرة المقدسة دجميلا دي مدينة جميلة موقع آثري في الجزائر the south theater المسرح الجنوب في الأردن the pyramids of the shore اهرامات دهشور كارناك تيمبل مع بذكرناك في مدينة الاكسور national stadium الاستاد الوطني بعد كده ناخد different countries and cities يعني دول مختلفة ومدن مالي مالي الجيريا الجيريا ليبانون جوردون جوردون بالبك بالبك جيراش جيراش جيني جيني ليبيا ليبيا بعد كده ناخد تصرفات الأفعال wear wore worn drive drove driving forget forgot forgotten الوردس والاوبست بقى كلمة وعكسها strong عكسها weak noisy عكسها quiet national عكسها international عالمي او دولي go in يدخل go out يخرج higher اعلى lower اكثر انخفاضاً بعد كده ناخد definitions اللي هي التعريفات بيجي فيه سؤال على التعريفات stadium اللي استاد الرياضي يقول لك تعريفه ايه a place where you can watch a sports match يعني مكان ممكن تشاهد فيه مباراة كرة القدم او العب رياضية arch او زي ما قلوهم ايه المدخل يعني حتى احنا بلو عليه في البيت بتاعنا ال arch يعني an entrance to another place يعني مدخل مكان اخر او a curved يعني نص دايرة يعني منحانة كده part of a building تمام جزء من مبنى mosque اللي هو المسجد a place where Muslims pray يعني المكان اللي المسلمين بيصلوا فيه castle التي هنا silent اللي هي قلعة a place where it has very strong walls يعني ايه مكان فيه طبعا ايه حواد قوية ruins حطام او اطلال او اثار not a complete building يعني مبنى غير مكتمل او the broken parts الأجزاء المكسرة المكسورة that are left ليتركت of a building or city مكان مبنى او مدينة historic تاريخي concerning history or concerned with the past يعني متعلق بالتاريخ او متعلق بالماضي طب awesome لا معنين اما amazing او very good او great مدهش او مدهل guide لو امرشد سياحي a person who can show you round the place يعني شخص ممكن يتجول بك ويعرفك ليه المكان ancient طبعا بتساوي very old قديم او اثري نكامل التعريفات view اللي هو منظر طبيعي او رؤية يقولك what you can see from the top of something الشيء اللي ممكن تشوفه في اعلى شيء معين تمام ده المنظر ده اسمه منظر طبيعي او رؤية touch يلمس put your hand بيضع يدك or another part of your body او جزء من جسمك on something على شيء نجيب عكال general notes on reading on reading and writing او on reading and listening ملاحظة لغوي على الايه listening الاستماع والقراءة historic اول حاجة historic للصفة طبعا معناها تاريخي او قديم يعني كل ما هو متعلق بالاماكن والبابنة التاريخية بنقول عليه building مثلا this building is very old it's historic المبنى ده قديم جدا يبقى ده مبنى تاريخي طب كلمة historic التانية برضو معناها تاريخي بس متعلق بالتاريخ يعني بحث تاريخي كتاب تاريخي I've read historical book انا قرأت كتاب متعلق بالتاريخ تمام ruin يخرب او يدمر يدفعل يقول لك عزة يعني عزة خربت ودمرت الموبايل بتاعها بقاش يشتغل تاني طب ruin يعني بقايا المبنى او الاطلال ممكن اجمعها يقول لك يعني بقايا او اثار معبد المدهلة النوطة الثالثة في الملاحظات اللغوية يجوا راها فاعل يجوا راها كان وكود والمصدر امتا كان وانتا كود ركز معي لو الجملة اللي قبل مضارع هتجيب كان فاعل وكان والمصدر طب لو الجملة اللي قبل ماضي هتجيب فاعل وكود والمصدر عندك هنا تمام جاب لها ايه يجب ان نحمي مضارع اهو تمام طبيب ال ايه كان ليه انا جبت هنا كان والمصدر لان قبل سوزات مضارع يجب ان نحمي لو كان لولك مثلا يعني كان يجب ان نحمي كنا قلنا بعد كلمة سوزات هتبقى كود فيزيت تمام بعد كده يقولي طبعا ايه ريكماند يعني يوصي بي او يزكي ده من بيجورها اسمها وفعل مضاف الى اي نجي مثلا اي ريكماند فيزيتينج زي اجيبش ميوزيوم انا بوصيك بزيارة ايه المتحف المصري اي ريكماند او فيزيت انا بوصيك بزيارة تو زي اجيبش ميوزيوم للمتحف المصري نيجي بعى كده اهم اللي ايه التعبيرات اللي ايه وحرف الجارلية important expressions and prepositions leave straight away يغادر عالفور drop the letter يولكو الكمامة day out يوم بالخارج it was great fun وقد كانت ممتعة جدا think of you فكر في entrance to مدخل الى it's a good idea too نها فكرة جيدة ان from the top of من على قمة interested in مهتم بي العمودة العليمين in time في الوقت المناسب on go in يدخل on a hell على تل have a shower يأخذ دورش او يستحم important توزيل المصدر هام لي dates to around يرجع تاريخه الى حوالي walk for a long way through يمشى على امتداد الطريق من خلال on time في الوقت المحدد بعى كده نصر reading في lesson one جاب لي هنا اربع صور for pictures وكل صورة تحتها بعض الايه النصائح او التعليمات اول صورة طبعا جاب لي library المكتبة فقول لي you mustn't eat or drink لا يجب ان تاكل او تشرب you must be quiet يجب ان تكون هادئ صورة التانية جاب لي المدرسة school you must listen to the teacher يجب ان تستمع الى المدرس you mustn't be noisy in class لا يجب ان تكون صاخب ومزعج او ضوضائي في الفصل الصورة التالتة يجب ان تضع الكمامة في السلة الصورة الرابعة جاب لي هنا swimming pool حمام السباحة you must have a shower يجب ان تاخذ ايه او تستهم before you swim قبل ما تنزل الحمام وتسبح you mustn't run near the pool لا يجب ان تجرب الكرب من ايه من حمام السباحة لان انت ممكن ان تكون ايه تزحل او ايه وتتكسر او تقع ونيجي الناس reading if listen to بول هنا the city of jirash by عزة يعني مدينة jirash بيه بوسط عزة اللي موجودة في الاردن بول هنا jirash is a roman city in jordan المدينة jirash ديه مدينة رومانية فين في الاردن it's more than two thousand years old عمرها اكتر من الفين سنة when you go there لما تروح هناك the first thing you see اول شيء بتشوفه is the entrance والمدخل to the city الى المدينة the arch قلنا عليها معناها بالعربي كما ممكن نقول زي البيت اللي في بيتنا اللي هو الارج بتاع البيت يعني بس طبعا ضخمة يعني the arch is very tall طبعا المدخل اللي هو ايه نص القز ده عالي جدا you must buy a ticket يجب ان تشتر تذكرة before you go in قبل ما تدخل the romans enjoyed watching a sport رومان كانوا بيستمتعهم مشاهدة العلعب الرياضية this stadium is for roman horses races اللي قدامنا في الصورة ده اللي السادة طبعا ايه كان لسباق الخيول الرومانية you can watch races there today ممكن تشوفه سباقات موجودة دلوقتي جيرش has three roman theaters طبعا هنا مدينة جيرش لها ثلاث مسارح رومانية the biggest theater is the south theater اكبر واحد فيهم هو المسرح الجنوبي five thousand people can sit there ممكن يحضر فيه خمس تلاف شخص زمان تشوفين بالصورة هنا تمام this temple is on a hill المعبد ده على ايه تل there is an amazing view of the city from here لما توفنك طبعا هي تل عالي عن المدينة فتشوف منظر رائع للمدينة i think it's important to learn about historic places اعتقد من المهم انك طبعا تعلم حاجات عن الاماكن التاريخية around the world حول العالم we must protect them يجب ان نحميهم so that people can visit in the future too فنسي تترزورهم في المستعبل ايضا ناخد كمان نرس نص reading موجود في lesson 2 في الworkbook but like my trip to Petra رحلتي الى مدينة Petra اللي هي موجودة في الوردن بردن i love historic places انا بحب الاماكن التاريخية like Petra in Jordan زي مدينة البطراء في الوردن the dates too يرجع تاريخها الى around 300 BCE 300 قبل الميلاد before Christian era so it's more than 2000 years old فبالتالي هي عمرها اكتر من 2000 سنة انت لحسبت من دلوقتي لحد الوقت ده هتبقى حوالي 2322 سنة you must buy a ticket to visit لازم تشير تذكرها عشان تدخل او تزورها but when you are inside لازم تبقى داخل المدينة ديت you can walk for a long way through the old city ممكن تدمش طبعا زي بقولهم ايه امتداد الطريق من خلال ايه المدينة القديمة and the views from some of the higher places are awesome طبعا المناظر من ايه من الاماكن العالية بتبقى ايه رائعة but you must be careful لكن لازم تبقى حذر our guide المرشد بتاعنا explain how all the temples are طبعا شرح لنا مدى او كم عمر المعابد ديت they are really ancient هي فعلا قديمة جدا I really enjoyed our day انا فعلا سمتعت بليون بتاعي there هناك and recommend a visit ووصلكم طبعا ايه بزيارة المكان ده نجي بقى نحل اسئلة على اسئلة على الجزء الخاص به وزي ما تعودنا واقف الفيديو على الجزء اللي زهر قدامك حل الاسئلة اللي موجودة قدامك على الكلمات وتقريبا هتبقى حوالي 17 او تقريبا يعني حوالي 22-23 سؤال يريد تكتبلي في التعليقات انت هتجيب كام في الاسئلة الخاصة بالكلمات تمام ومحوالي 16 سؤال يا جماعة خاصين بالكلمات ماشي نبدأ مع اول حاجة number one you can enjoy watching amazing place in the انت ممكن انت استمتع بمشاهدة الاماكن او المسرحيات الرائعة فين طبعا المسرحيات يبقى in the theater في المسرح number two the arch can be our end to another place الارج ممكن يبقى ايه؟ يبقى مدخل لمكان تاني يبقى entrance number three a lot of Muslims go to to pray المسلمين طبعا كثير من المسلمين يذهبوا ايه؟ عشان يصلوا بري يعني يصلوا طبعا ايه؟ mosques المساجد تمام number four it's a complete building ده مبنى ايه مكتمل they are just هما فقط ايه؟ او ده فقط ايه؟ طبعا هنا ruins يبقى هنا المبنى غير مكتمل هنا على فكرة it isn't هذا مبنى غير مكتمل يبقى ايه؟ ruins اثار او اطلال number five visiting the museum زيارة المتحف was really كانت ايه؟ we all enjoyed our time there احنا سمتعنا بوقتنا هناك يبقى كانت awesome رائعة تمام number six Egypt has a lot of sites which date back to the pharaohs مصر فيها طبعا العديد من ايه؟ اللي بيعود تاريخها الى الفراعينة طبعا العديد من ايه؟ ancient sites مواقع قديمة جدا تمام number seven you can see not in a museum انت ممكن تشوف ايه في المتحف؟ طبعا اشوف تمثيلي بأستاتشوز تمام number eight it's a good idea to get a or an to tell you about the history فكرة كويسة انا بقى معاك ايه؟ عشان يقولك حاجات عن التاريخ طبعا عندي جايدي بأمرشد سياحي number nine i really enjoyed our day in بترا انا بس امتعت فعلا بيومي في مدينة البترا and recommend اه؟ اوصب ايه؟ طبعا اوصب ايه؟ طبعا اوصب زيارتها تمام number ten it's easy to what life in Roman times was like in the Roman theater in Alexandria من السهل بنا طبعا نتخيل شكل الحياة كان ايه؟ في العصر الروماني او العصر الرومانية من خلال المتحف الروماني في الإسكندرية او المسرح الروماني في الإسكندرية يبقى ايه؟ يبقى imagine يتخيل تمام number eleven it's important to not historic places from thieves من المهم ان نعمل ايه في الاماكن التاريخية؟ من اللصوص طبعا احميها يبقى protect تمام لان نقضت على سريب تبقى غالية جدا number twelve you should dwell when you visit historic places in other countries لازم طبعا يجب انت تقول ايه؟ لما طبعا تزور اماكن تاريخية في بلاد اخرى لازم نكون ايه؟ طبعا you should behave well لازم نتصرف او يبقى سلوك سلوك جيد number thirteen a or an is an entrance to another place طبعا ايه؟ ما تخلي مكان اخر ان لم قول هنا a or an ايه؟ طبعا هنا arch letter c قلنا عليها معناها arch او cantera number fourteen not means very great شيء عظم جدا يبقى ايه؟ يبقى هنا awesome رائع number fifteen I usually shower every morning انا دايما باخد ايه دوش وكل ايه؟ كل صباح يبقى ايه؟ يبقى have a shower تمام number sixteen I am interested not reading short stories انا مهتم بقراءة القصة القصيرة اسمها interested ايه يا فاكرين؟ interested in يعني مهتم بي تمام؟ نجيب بعد كده الجزء الخاص بالgrammar وده جزء بسيط جدا وسهل عم ركزوا معي وبالي ازاي تستخدم must زاد المصدر ومصد زاد المصدر اولا هنا بقول must يعني يجب ان mustn't لا يجب ان تمام؟ لما يكون بكلم على ضرورة لفعل شيء بقول must لما يكون ما فيش ضرورة وفيه منع وحظر من فعل الشيء ده اقول mustn't مثلا يقول لك ايه؟ you must arrive on time يجب ان تصل في الوقت المحدد you must look right يجب ان تنظر الى اليمين and lift والياسار before you cross the road أبني وتعبر الشارع يبقى فيه هنا ضرورة عشان كده قلت must وراها look مصدر ولا فيه اس ولا ايدي ولا اي نجي المثال التالت you must speak english very well to be an english teacher ريكب ان تتحدث انجليزي طريقة جيدة جدا لكي تكون مدارس جيد مدارس انجليزي جيد يبقى مصد جيه وراها كلمة ايه؟ speak هنا ما فيهش اس ولا ايدي ولا اي نجي لانها مصدر you mustn't be late لا يجب ان تكون متأخر mustn't هيت جيه وراها بيه المصدر you mustn't talk in the library لا يجب ان تتحدث في المكتبة talk يعني يتكلم في التالي talk هنا مصدر you mustn't drink water from the canal it's not clean لا يجب ان تشرب مياه من الترعة او القناة لانها مياه غير نظيفة يبقى هنا ممنوع كلمة drink هنا مصدر ما فيهش اس ولا ايدي ولا اي نجي طب ينفع ابدأ السؤال بتاعها بكلمة must ايوه لو جبت مصد في الاول بجيه وراها فاعل ومصدر يبقى ايه must فاعل مصدر فاكنين القادة بتاعت do does ايوه في السؤال do فاعل مصدر does فاعل مصدر خدي كمان معها must فاعل مصدر تمام مثلا must i park here هل يجب ان انا نركل السيارة هنا قال له yes you must او no you mustn't طب ينفع اجيبها قبلها ادات السفام يعني في السؤال بتاع الادات السفام ايوه اجيب ادات السفام في الاول او كلمة السفام وكمل عادي جدا يقول لك ايه must or mustn't وفاعل ومصدر لما اقول what must i do to my parents ما الذي يجب ان افعله بالولدين بتوعي you must obey them يجب ان تطيعهم تمام نجيب ان احل اسئلة على الجزء الخاص بالايه بالجرامر وانحل حوالي تقريبا سبعتاشر سؤال ياريت بقى رجعا يعني اتوقف الفيديو وحل اسئلة قدامك لوحدك بقى اشغل الفيديو ويحل معايا تاني وشوف الاسئلة بتاعتك صحة ولا غلط وعرف السبب بتاع الحال تمام واكتب لي في التعاليات والطمئنة على مستوى جبت كام من 17 في الجرامر بتاع lesson 1 و2 اول نقطة هنا number one you not eat or drink in the school library يجب ان تأكل او تشرب في مكتب المدرسة لا طبعا لا يجب you buy you mustn't ممنوع number two what must or mustn't you not in a historic place ايه اللي يجب او لا يجب ان تفعله في الاماكن التاريخية يبا mustn't you a طبعا هنا دو لان هنا مصد او mustn't be go around بفعل مصدر number three نقط i bark here قال له yes you must بدأ لي yes you must يبقى يبدأ ب must يبقى عن لي يجب ان number four must i go now هل يجب ان ازف الان قال له no you a طبعا no you mustn't لاني هو نوب تجيب معا mustn't number five you not speak too loud the baby is asleep البابي صغير نائم فبالتالي لا يجب ان اتحدث بصوت مرتفع يبقى عن you mustn't ممنوع number six eating fast is bad for you الاكل الطعام بطريقة سريعة طبعا هنا سيء لك you eat more slowly يجب ان تأكل ايه يعني اكتر او ايه بالنسبة للبطء يعني ابطأ شوية يبقى ايه يبقى you must تمام number seven you not talk to your classmates during lessons يجب ان تتحدث الى زملائك في الفصل اسناء الحصة طبعا لا يجب ان يبقى ايه يبقى mustn't letter c تمام نجد السؤال بعد كده complete the sentence with the correct form of the words in brackets جاب لي كلمة منكم سيينة ويقول لي ايه صحاحة حسب ايه ساكل عام بتاع الجمه اول حاجة هنا يقول لك ايه number one you not mustn't put your rubbish in the bin هولو لا يجب ان تطعلكمامة في السلة طبعا لا يجب ان يبقى كتبه هنا ايه يبقى هنا تبقى ايه must تمام خلاقين small تمام يجب ان must number two students must arrives at school on time يجب على الطلاب ان يصلوا في الوقت المحدد اولا هنا must بيجو وراء مصدر يبقى مش arrive زيبقى arrive بس هشيل من الاس تمام number three you mustn't not running in a museum لا يجب ان تجري في المتحف طبعا هتبقى ايه run best are you in واحدة يقول لي يا مصر بيجو حانا شيل الان جي يبقى في ان كمان لأنا بضيف الان لما بضيف الان جي فلما شيل الان جي اشيل الان كمان يبقى ان واحدة number four not can i get on a train with a ticket yes you must بذلك اللي yes you must يبقى السؤال بيبدأ بمصد هنا بقى هاجيب الام لانها بدأ بالسؤال تمام number five we not mustn't look after our health لا يجب ان نعتني بايه بصحتنا طبعا لا يجب ان يبقى هتبقى ايه هتبقى must تمام number six i not not must make noise during the lesson يبقى i ايه طبعا عايز ان فيها مش not must اسمها must not تمام يبقى must not او mustn't على تو تمام number seven you او هنا اقولك must i come early هلي يجب ان انا جيب ادري قال له yes you طبعا بدل yes يبقى must مش mustn't يبقى m u s t يعني قاعدة سهلة ولذيزة اقول number eight you must be careful يجب ان تكون حذر when you cross ضرور لما تعبر الشارع او الطريق يبقى هنا المصدر من كلمة been هتبقى be بس لانه must يجب وراء مصدر number nine neuron mustn't drives carelessly neuron لا يجب ان تقود باهمال يبقى المفروض تبقى ايه تبقى drive بس تمام عشان هنا mustn't يجب وراء مصدر number 10 you not must park there او here لا يجب ان ترك ان هنا ترك ان السارة هنا لاني ده ضد القانون يبقى ممنوع يبقى ايه يبقى ماصن تمام لاني انا مصت هجيب ايه هجيب اعمل فيها المراد معناها ممنوع ليه ماصن تمام نجي بقى كبه نحن لاني جينرال اكسرسايز التمارين عامة على جوز الخاص بلسنز وانتو وانا قبل كده سؤال موجود فخر ليه نص موجود فخر الكتاب حاول تكره الاول قبل ما تسمع اي حاجة تكره الاسئلة واجباتها الاول تاخد فكرة عامة عن الموضوع بعد كده حد ممكن يقرأ لك النص اللي موجود فخر الكتاب وتحاول تضرب عليه طبعا اللي بعمل الطرية دي اتناس كتير عملتها وبقى تجيب اربعة من اربعة في الاستماع ولعندك ايه مشكلة اكتبالي في الكومنس وان شاء الله هحيلاها معاك بإذن الله نحل بعد كده بقى ايه سؤال بتاعي يعني ايه سؤال الديالوج المحادسة احل الديالوج ازاي احنا اتفقنا اول حاجة تعملها تكره اللي هو العنوان اللي هو مكتوب بلون غامئ ده الاول لين بيعرفك المعنى العام بتاع المحادسة بعد كده اكره المحادسة مرتين مرة الاولانية من غير ما تحل والمرة التانية عشان تبدأ بقى تحل سؤال واجابة وكمان ما تنساش تكتب في الجنب زي ما تعودنا قبل كده خطوات تكون السؤال اللي هم كم خطوة خمسة اول حاجة هذا تتفهم فاعل مساعد فاعل فاعل اساسي تكمل عشان يبقى قدامك وانت بتكون السؤال تمام هنا بيقول لي في العنوان بيقول لك ساما بتساعد سائحة وجدت انه يصل الى الهرامات فالتورس السائحة بيقول لها ايه ممكن اسألك بعض الاسئلة فطبعا ساما هترود عليه تقول له ايه yes of course طبعا بالطبع السائح قال لها سؤال تاني قالت له ساما الهرامات تكون موجودة في الجيزة يبقى يسألها على المكان هاسئل على المكان بفاكرين طبعا بwhere بعد مش ديها دست فهم وير تمام هجيب وراء فعل مساعد له ايه ايه ام او ازا اور لانها موجود ار في الاجابة يبقى ار مباعي كده ازا بيرامدز فممكن اكتب هنا ايه where are the بيرامدز التورس سأل السؤال برضو لساما قال لها are they far from here هو المكان ده بعيد عن هنا طبعا هنا ما جبت ليش ايه حاجة ادوله على الكلام ده بس طبعا ممكن تقول ايه يس وممكن تقول نو فالتنين صح هنا فممكن نقول ايه yes they are طبعا هنا اروح هناك ازاي طبعا هنا لو انا قلت في الاول هنا لو قال لما قال للمكان بعيد لو قلت له لا فممكن اقول له انت ممكن تمشي طب لو قلت له ايه المكان بعيد فممكن اقول له انت ممكن تاخد ايه تاكسي فممكن اقول له ازاي you can take a تاكسي السؤال سؤال تاني فساما قالت له the ancient Egyptians built them المصرين القدماء هم اللي قاموا ببناءه هو يسأل على مين يسأل على المصرين القدماء اللي هم اول كلمة دي تمام the ancient Egyptians طب ده عاقل ولا غير عاقل ده عاقل وقولنا لو جاي لعاقل فهو الاجابة وعايزك تسأل لها تسأل بايه سهلة جدا هتسأل بكلمة هو طب لما سأل به هكمل عادي جدا فممكن نكتبين ايه who built them فاللي طبعا المصرين القدماء تمام نجيب على كان حل سؤال تشوز الهرم الاكبر يعتبر ايه مهم طبعا ده اثر مهم تاريخي يبقى هنا هتبقى historic تمام لطر ايه انا بحب يشوف الفيلم ده من اللي يقولون انه هو طبعا مضحك جدا طبعا هنا اللي ايه اللي طبعا يكلمهم على المتحف ده يبقى هنا review يبقى المقار النقدي بيقول ان اللي ايه المتحف ده او بقولون الفيلم ده يا ربي الفيلم ده ايه ده فيلم ايه مضحك يعني funny تمام نمبر ثري we visited the at the carnak temple ياسر ده احنا زورنا ايه في معبد الكارنك بالامس it was great fun ده الواحد ايه كان فيه مرح كبير قوي يبقى زورنا ايه طبعا هنا visited the ruins at carnak temple يعيه يالبقايا او الاطلال اللي موجودة في معبد الكارنك نمبر فور I know that you do more exercise regularly ولا انا بوسك انك تعمل تمارين اكتر بصورة منتظمة يوصي يعني ايه recommend تمام نمبر five better in jordan مدينة البطراء اللي في الاردن to around three hundred bce طبعا بيرجع تاريخ خائلة يبقى dates to around تمام يبقى letter c number six good students الطلاب الصالحين او القايدين should follow the school يتبعهم ايه طبعا the school rules قواعد المدرسة لتربيه number seven ayman is interested in horse ايمن مهتم بالهورس ايه طبعا هنا horse races سباقات الخيول number eight in a museum في المتحف you not touches objects لا يجب ان تلمس له الاشياء يبقى ممنوع يبقى you mustn't number nine be careful you not eat healthy food يعني احذر لا يجب ان تأكل طعام صحي ولا يجب ان تأكل لا طبعا يجب ان يبقى you must eat healthy food تمام number ten you not behave well يجب ان تصرف بطريقة جيدة with all the people مع الناس الكبار يبقى you must تمام نيجي بعد كال سؤال complete صحيح كما بين قصين you mustn't runs in a museum لاجب ان تجري في المتحف نقولنا mustn't be جورا مصدر يبقى you are you and ma'am من غير الاس must we following زي يجب ان 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 يكون عليه هادئ في الفصل we must to help the poor ما ينفعش اصلا اجيب بعد must to اجيب مصدر بس يبقى help we must help the poor تمام بعدك اجيب لي سؤال الايميل وان شاء الله هنعمل فيديو منفصل لشرح الايميل والبراكراف احنا كده وصلنا لاخر حلقتنا النهاردة لو اعجبك الفيديو ما تنسى الشامل لايك الفيديو وتشترك في القناة تفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات القادمة ان شاء الله كان معكم مسترحمة العبد من قناة دروس العالمية online والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته